ممياء محنطة منذ أكثر من ألفين سنة لكن أسرارها تكشف الآن فما القصة؟ السيدة الحامل أو المرأة الغامضة كما تعرف ما تزال تتصدر عنوين الأخبار فقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل اجتماعي أظهر أول عملية إعادة بناء لوجه الممياء المصرية الحامل فريق من المتخصصين في الطب الشرعي نجح في إعادة بناء وجه ما يعتقد أنها أول ممياء قديمة حامل في العالم وحيرت الممياء الغامضة علماء الآثار لسنوات بحثا عن أدلة حول هويتها الحقيقية الفريق أجرى عملية إعادة بناء للوجه مستخدما الأشعة المقطعية والأشعة السينية وتوصل إلى تصورين مختلفين لشكل المرأة حيث يمكن ملاحظة المرأة الشابة ذات البشرة الداكنة والعيون البنية وهي تنظر إلى الأمام مباشرة في كلا التصورين علماء الآثار يعتقدون أن المرأة توفيت منذ حوالي ألفي عام بينما كانت حاملا في أسبوعها الثامن والعشرين وكان عمرها على الأرجح بين عشرين وثلاثين عاما وعاشت في القرن الأول قبل الميلاد وخلصوا أيضا إلى أنها قد تكون مصابة بالسرطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر